موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها في الصحة عقار لعلاج السكري يقلل مخاطر الإصابة بأزمات قلبية وأمراض الكلا اكتشفت دراسة جديدة دواء مضادة لمرض سكري رخيص التكلفة يقلل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض الكلا وأكد البحثون بعد تجارب سريرية على مرض سكري أن عقار كان جليفولوزين خفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعندل 14% والتي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية في أخبار التكنولوجيا نقرأ مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية مايكروسوفت تكشف عن نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو كشفت مايكروسوفت الأمريكية عن نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو أكس بوكس وون اكس تنافس بلاي ستيشن فور اليابانية سوني وسيسوق هذا النموذج الجديد الأشط قوة على الإطلاق بين أجهزة أكس بوكس على صعيد العالمي في السابع من شهر تشرين الثاني نوفمبر بسعر أربعمائة وتسعة وتسعين دولار نعود إلى الصحة ونطالع من صحيفة القدس فنجان قهوة يوميا يحمي كبدك من السرطان أفاد دراسة بريطانية حديثة بأن شرب فنجان واحد من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد ووجد الباحثون أيضا أن من يشربون كوبين على الأقل يوميا فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35% بينما من يشرب ثلاثة أكواب يوميا تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50% صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها الهاتف الذكي بدل جواز السفر في مطار دبي افتتح الدبي مشروع محفظة الإمارات الذكية عبر البوابات الذكية للسفر في قاعة المغادرين في مطار دبي الدولي وهو عبارة عن طرح تقنية جديدة في بوابات المطار تسمح بمرور المسافرين عبرها من خلال تمرير الهواتف الذكية على أجهزة المسح الإلكترونية بعد تحميل تطبيق لتسجيل البيانات الشخصية وتزويد المستخدم بشفرة إلكترونية تكون بديلا عن جواز السفر وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الخليج وغليات المياه الكهربائية خطر على الصحة خالصت دراسة حديثة أن استخدام غليات المياه الكهربائية مضر جدا بالصحة وأوضح العلماء أن مادة نيكل التي تدخل في صناعة هذه الغليات مع الاستخدام المتواصل وغليان المياه بصورة مستمرة يؤدي ذلك إلى تفاعل وذوبان نيكل في المياه وبالتالي تدخل في تكوين أي مشروب يتناوله الشخص ومع تراكم هذه المادة في جسم الأشخاص يحدث نوع من تراكم السموم في الجسم اشتركوا في القناة